لنا وقفة شوية مع موضوع كارلوس كيروش واحد من الموضوعات اللي شغلت الرأي العام وكارلوس كيروش الحقيقة احنا معرفنش هو ميشي ليه ومعرفنش بنحاول نرجعه ليه يعني انا مش هقف مع مرحلة ايهاب جلال اللي زلم الحقيقة بقصوة شديدة جدا واحدة من العلامات اللي بتقول انه مفيش لا رؤية ولا خطة عمل في اتحاد الكرة في مصر انا مش فكرة لوطني ولا اجنبي الفكرة هنا بتكلم على منهج عمل انك حطت رؤية طويلة المدى فيما يتعلق بالشغل مع منتخبات مصر في السنوات القادمة على امل مثلا على امل على امل ان يكون فيه هدف انك انت توصل مثلا لكاس العالم 2026 فكرة انك انت تجيب مدير فني مصري انت عارف تماما ومدرك بتهليش انه فيه حد في اتحاد الكرة في مصر يقدر يقول او يصرح او يكون عنده مجرد قناع بانه اهاب جلال جي خد فرصة كابلة فيش حد في مصر مقتنع بدا وبالتالي محدش فاهم طب انت مشيت كيروش ليه وجبت اهاب جلال ليه ومشيت اهاب جلال تاني ليه هل اهاب جلال يحسب على فطورة ال 12 سنة اللي فاتت ما هو اللي وصل ليه منتخب مصر النهاردة هو نتيجة ال 12 سنة اللي فاتت وايه اللي عمله كيروش عشان يرجع مرة تانية يعني فيه محاولات عنيفة جدا لمحاولة احنا بنقنع بنحاول نقنع كالوس كيروش انه يرجع تاني يدرب منتخب مصر ومعتقدش انه كالوس كيروش واذا كان يعني اذا كان ده الحل الامثل من وجهة نظر القائمين على التحاد الكرة في مصر ده الحل الامثل للمنتخب اذا رجع انه مش هيكون تحت رحمة وتحت مقصلة الاعلام والجماهير في مصر وبالتالي الفرصة اللي هو بيبحث عنها الفرصة الكاملة الفرصة اللي هو سيبوني اشتغل سنة و سنتين عشان اقدم لكم منتخب قوي ما اعتقدش انها هتكون فرصة كاملة هو قريب قوي قوي من تدريب منتخب العراق في اسماء مطروحة برضو في تحاد الكرة بعيدا عن كالوس كيروش مبدينين فنيين اجانب وكأنه تم اختزال نفس الحقنة اللي بناخدها كل مرة تعرفين لما يحصل للمريض حالة قلم شديدة جدا فالدكتور يقول له بدل ما يعني لسه هنعالج ولسه هنشخص ولسه هنشوف ايه المشكلة ونكتب لها العلاج اللي ممكن ياخد سنين طويلة خد حقنة مسكن احنا بناخد حقنة المسكن بكالوس كيروش بس عايزة اقول لجابهي الكرة في مصر ما تنتظروش طول ما المنظومة من تحت وانا اتكلم تبدأ كتير ومش هقوله تاني ومش هعيده تاني طول ما منظومة الكرة في مصر ماشي بهذا الاطار يعني حد يكلمني على فكرة او شغل اتحاد الكرة في مصر على تطوير اداء المدربين في السنوات الاخيرة احنا ليه ما بنستثمرش في العنصر البشري عندنا في مصر ليه ما بنطلع عشان المدربين بتوعنا يعملوا معايشات برة في الاندال كبيرة او مع المنتخبات الكبيرة ليه ما بنطلعهمش الدورات يعني مستر موسماني قبل ما يمشي عطول كان موجود في دورة في المغرب للفيفا ما كانش فيها مدرب مصري ليه ليه ما بنستقدمش محاضرين دوليين ييجوا يتكلموا مع مدربين الشباب الصغيرين اللي طلعين مبشرين عندنا اسماء مش هقولكم مع الناس عندها خبرة كبيرة جدا انه ممكن يبقى ده صعب عليها لكن في النهاية عندك شباب صغير محتاج دعم محتاج خبرة محتاج انك انت تسق الموهبتو اللي موجودة عنده ليه ما بتطلعوش برة ليه ما بتعملوش ورش عمل هنا ليه ما بيطلعش دورات طبع الفيفا ما حدش بيكلم على المدير الفني المصري وانه على الرغم انه اغلب انجلزات الكرة المصرية على مستوى المنتخبات حققها مديرين فنيين مصريين شوقي غريب كسعالم مع بطولة افريقيا مع منتخب اوليمبي حسن شحاته ثلاث بطولات رقم قياسي في بطولة افريقيا الجوهري كسعالم تسعين بطولة افريقيا تمانية وتسعين بوركينا فاسو يعني المدير الفني المصري عنده مساح وعندنا مواهب كتير جدا نفكر شوية نستثمر فيها